وهكذا أحبائي في آسيا الصغرى في روما ابتداء من أيام نيرون وإلى أباطرة إلى ديقليديانوس حتى بتكلم التاريخ عن مار جرجس معروف كثير في الكنيسة الشرقية اللي ولد في كابادوكيا وكان شخص شريف ونبيل وكان محارب شجاع وبعدين لما ابتدى ديقليديانوس يحط عذبات شرسة ضد المسيحين وقف ضد الفرمان ضد هذا التصريح ووقف أمام الإمبراطور والنتيجة أن السجن وحتى في سجنه تعذب أشد العذبات وفي سجنه كان بيشهد وكان بيربح الوثنية ربح ساحر ربح عاهرة ربح أشخاص كثيرون وهو يشهد بالسجن وأخيرا قطع رأسه لتكمل شهادته بأقواله يستكمل هذه الشهادة بدمه حقا دم الشهداء هي بزرة الكنيسة يعوزني الوقت أن أتكلم عن الكثير أحبائي نابع من محبة عميقة أن نتشبه بالمسيح شو اللي بيخليهم يتحملوا المحبة احتمال الألم لأنها هبة روحية من أجل يسوع المسيح